اشتركوا في القناة 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 ويجب عليهم الرياضة. ويجب عليهم الرياضة صحية. عندما يجري منه يرسلون مراتهم لا يربح. من بعد أن يتجري لأطيب ويجب عليهم الرياضة. ومن المعارضة التي لا يوجد أي علاقة بالرياضة ويجب عليهم الرياضة والزرعة والبلاغي يجب عليهم فرحة ويجب عليهم شعرك في تنظيم وفي استقبال هذه المظاهرة. المنطمي المنطمين لكي يقلل بالتعابة. ، يوجد الكثير من الناس الذين كانوا بيطاره ويجب عليهم الناس. ليس كثيراً. ؟؟؟؟. لماذا يكن فقط. في 2006، فقد أشعرهم لكي نفسهم. كان يوجد الكثير من الناس الذين قدروا في الميدان. انا لم نرى، اللي أحدهم الكثير من أجل ما عندنا يجبون تجدون إلى أن نتعلمون عنهم يجبون أفكار جديدة ونفع جديدة ونفع جديدة وأن يقوموا بهم ويجبونوا بحكم القادرة يجبونون لا تقوم بهم كانت نتحدثت في أفكار الجديدة وقت المهم كانت من يعتباء الجديدة التي كانت يتبقوا تجدونوا استقلها لكن أقولون أنت تتحدث عن فكار وهذه النفع التي أحصلتهم هتنطبقها وهذا ما ربحنا المكوينين خذنا المبادرة للتنظيم الملتقى العلمي التي تدور حول الحكامة وعلاقتها بالآداء المؤسسات الرياضية وكرئيس للجنة المنظمة يمكن أن نقول بأن هذه الفكرة بحيث أنه كان شرف على بحث علمي في فسيك الدكتورة للطالبة الباحثة زينب جبريلي لتسأل فيه كيف يمكننا أن نقيم الآداء المؤسسات الرياضية أو بطريقة أخرى كيف نقوله بأن هذه المؤسسات الرياضية نجحة ولا ننجحة لأنه بالزود مرة تترجع تنقرأه في بعض المعات في الصحف تنقرأه وكذا هشهد شيء يتداره هو ذاك نتائج دينا في العلعب الأمبية نتائج دينا في كأس العالم وشي لا تأهلنا كافي فمن ناحية العلمية بغينا نعرف المعايير اللي ممكن نعتمد عليها باش نعرفوا بأنه مؤسسة رياضية اللي عندها أشكال لأنه كينين نوادي كينين الفيدراسيون كينين وزارة الشبيبة والرياضة كينين مرافق أخرى اللي هي كالتدخل في الطب الرياضي كبالزاب ديال الصحفة الرياضية إلى غير ديال فالمؤسسات الرياضية رهي متنوعة وممكن لنش أنه هون نستعملوا نفس المعايير باش يمكن نحددوا الأداء ديالهم هاد المنافئة الملتقى كانت الفكرة على أساس أنه من بديناتا تحدثوا كيفاش نديروا العمل الميداني فبديناتا نبحثوا شنو هم الأشخاص في الميدان اللي يمكن نستعنوا بهم في العمل لأنه الميداني كيف في البحث العلمي ومن هنا جاءتني الفكرة أنه طالبا ديالي عاليش ما نضمنش واحد تدهورة علمية اللي غادين نستدعيه فيه أستيدة باحثين يعني أكاديميين وأيضا نزل الميدان ومن خلاله غادين نترحوا هاد السؤالة دا وفي نفس الوقت غادين نخلقوا واحد شبكة لعلاقات اللي يمكن نتغروا بها هاد العمل لأنه ما يمكن نشبه ناء تخص يكون واحد عمل جماعي لتكون فيه واحد من نوع ديال التواصل واحد من نوع ديال التعاون بينتنا لأنه ما يمكن لشنا نخدم بوحد وهذا يخدم بوحد وهذا يخدم بوحد وهذا واللي كي ينتقدون الناس بزاف أنه إلا لاحظنا بأنه مثلا في الأنشطة الرياضية فبزاف ديال هاد السنوات الأخريط نظر المغرب ينضم ولكن من أبعاد الاقتصادية من ناحية السياحة من ناحية التقافية من ناحية أيضا الجانب الاجتماعي لأنه الرياضة حاليا نرى ما شيء غير نشاط بدني أو نشاط نقول عقلي ولا وإنما هي واحد الفولكلور اللي كان قدموه النس يتلبوه باش يمكن يساهمو في تنمية ديال المجال وهذه هم الأسئلة التي لحظوا بأن المحاور التي ترحناها تسعيد المحاور تنطلق من الاقتصاد الرياضي تنطلق من علاقة الرياضة بالسياحة علاقة الرياضة بالتقافة علاقة الرياضة بالمجال وكيف تقييم الأداء المؤسسات الرياضية التدبير المجالي ديال الرياضة لأن هذا موضوع جد مهم فالحمد الله مثلا حاليا توجدوه في معلامة من المعالم التي لدينا في المغرب ولكن السؤال المطرح وهذه ترتهم مع السيد مدير الملعب الكبير المراكش ف سنتظر أنه تلحد تلسب تكون مباراة ومشي وإلى لاحظنا أن الاستثمارات التي تدهر واستثمارات كبيرة وكين مجموعة من الأنشطة التي تترد من ناحية الاقتصادية وفي نفس الوقت تكون متنفس فمثلا نحن ننسب علينا ملي جينا بحاليا الملعب الكبير للمراكش باش ننظم ها التظاهر هذه ف نحس برسنا بحال لأن نمرس واحد من السياحة كان ممكن نبق عندنا لكن ملي تخرج بحال لها صفرنا وهد السفرات تخلينا أننا نفكر وتشوف بأن فعلا ركاين واحد امكانات كبيرة اللي ممكن تستطمر فهد المعباد الشباب مثلا خلال الحديد مع المدير الملعب الكبير الشباب مثلا يجهلوا الكثير اللي تظلم على المعب تيبليهم اللعبية لعبية اللي ناس يتفرج معهم ماشي غير ذاك شي ممكن أننا تكون واحد الحركة اقتصادية واحد الحركة تقافية مثلا اللي بقدود التروار يبدو يتدارو أنشطة للشباب يمكن يتدارو اليوم غير زيارات مثلا شاب ولا شاب بام اللي في 12 عام ولا 13 عام اللي يدخل من آب يمشي هير يقص ذاك البلوز يقص لابار في انت تضرب الكورا ولا غير ذلك فهي تتخلق عندي واحد الحلم يأما كرياضي وهذا رأى الحمد لله ما يكفي منطقات الشباب لكي نستمرهم ولهذا أنا أكد على أنه يكون العمل الذي تنبيه في البحث يكون من سجن مع ما يعمل به وهذا الذي دفعنا أنه لجأن الناس الممارسين وخدينا من بين الشركاء ووزارات الشاب والرياضة التي نشكرهم وشركة ساهم في هذه الملتاقة يعني أستاذ ختمنا بالخلاص التي ممكن أن نصل اليوم وغتف في اليوم الختام الذي نتمنى في التوفيق إن شاء الله وإن شاء الله لا يكون الكولوك الثاني لنصل للثالث وعش للإديسيون للعشر إن شاء الله إن شاء الله لأن الفكرة لأن نحن من اللحوش مشروع لا نلحوش باللي لالسنة إلى لحظة إنه كان نقول الضغرة الثانية ديال الحاكمة والأداء فمعناها إن شاء الله تكون الثالثة وتكون الرابعة وتكون وهذا الفكر هو شنو المعنى ديال لأن نحن نطلقه ونحاول نستفيد من الأخطاء اللي كانت حوف فيهم ومرة أخرى ندير ما أحسن نشوف شراكة جدود ويولي واحد نشاط اللي كل شي تعرفو ونتمنو أنه نكون تنسامو في الحركة الرياضية في المغرب